أسماء هرجع للصفقات الأجنبية بس خلينا أتكلم عن المحلي الأول في أسماء اتطرحت أول أنه قال أنه الأهلي مهتم يعني مش أقول أنه فيه مفاوضات والجمهور ابتدى يتابع أسماء كتيرة في بعض أمديت الدوري السنة دي واضح أنه في حالة غضب من جمالين النادي الأهلي نتيجة المبالغات الغير خلينا أقول غير موضوعية أو الغير منطقية اللي اسمعناها عشان العيبة دي تيجي شايف ده إزاي وخصوصا أنه فيه أندية منها علاقات الأهلي بيها أو أنه الأهلي ساعد الأندية دي في بداية مشوارها سواء عن طريق صفقات أو إعراض بشكل جاد جدا فبالنسبة للجمهور الأمر بقى غير منطقي وبقى فيه يعني نوع أنا آسف فيه نوع من الحساسية من جمعين دي الأهلي تجاه الأندية دي دلوقتي والله شوف يا أحمد أنا أعزو لك حالة هو سوء أنا فاهم طبعا طبعا عرضه طلب بربعا ده بروفشنان أنت بحتارف دلوقتي أنا أعرض عليك أحمد أنا عاوزك معي في النادي وأعاوز أنت مثلا قيمتك كثيرا عندي مثلا عشر قروش والله لا أنا عاوز خمس عشر خلاص طب شكرا أنا أحترم رأيك وأحترم رغبتك أنا عاوز لعب معين أنا عايز أنا بس عايز أوصل لك حاجة أن أنا برضو الحمد لله لأنه دي أهلي صدقني مش محتاج أنا عارف أنا عارف أنا كنت بقول لك بقول لك أنه مفيش لعيب في الدوري المصري حسيت أنه ممكن يجي الأهلي في لعيبة كتير كويسة يعني كناريا عمر السيسي بوبو أسامة جلال عمر كمال عبد الواحد يعني في لعيبة أنا ممكن أعدلك عشر أو خمس عشر لعيب لعيبة كويسة لكن هو السؤال هيجي عندي هيعمل فارق هيجي عندي يبقى أعلى من اللي عندي ده اللي أنا بقول لك عليه ما شوفتوش السنة دي في الدور هي احنا بس خلينا نتكلم بشكل موضوعي تمام لأن الموضوع ده شائق جدا وحساس يا حمد أنا ممكن في نادي مثلا أجيب أربع خمس لعيبة تمام جبت أربع خمس صفقات النادي الأهلي مش محتاج أربع خمس صفقات النادي الأهلي محتاج لاعب بمواصفات معينة محتاج لاعب بيلعب على البطولة محتاج لاعب يتحطي تحت ضغوط محتاج لاعب يتحطي تحت ضغوط الجماهير لما مثلا موفقناش مثلا تعديلت في مباراة أو خسرت بطولة أنت مطالب بأمور كتير جدا فأعتقد يعني النادي الأهلي اللعيبة دي لمواصفاتها دي لازم يكون أجنبي أنا عايز لعيب سوبر أنا هجيلك في الأجنبي بس أنا كنت ليه بقولك ده لأنه لما تيجي تحسب يعني من وقع الأرقام اللي اسمعناها يعني في أربع خمس لعيبة مش أكتر من كده أربع خمس ست لعيبة بالكتير طب أنا أقول لك حاجة اطموح أي لعيب في الدولة المصري تمام أن يجي الأهلي طبعا طيب براو علينا يدي فيها نقاش اسأل 90% من لعيبة مصر عايزة تلعب في الأهلي و10% عايزين لعيبة بالزمال لا خلينا للأمانة يا أحمد أنا كنت بسأل السؤال أنا كنت بسأل السؤال هو لعيب الكورة موظف يعني يمضي عقد ويشارك في 34 مطش في الدورة هو لعيب الكورة عايز مجد وعايز شهر وعايز بطولات وعايز ألقاب أكتر حاجة في مصر أكتر مكان في مصر ممكن تحقق فيه ده فين الطموح الحقيقي في النادي الأهلي بالضبط كده بطولات وأرقام وإحصائيات وكمان تعمل تاريخ لنفسك وبتنجح وبتاخد بطولات أعتقد أفضل منظومة راضية في مصر أنا بالنسبة لي يعني أجل المزل الشخصية طبعا نادي الأهلي لكن فعلا أي لعيب يعني بتكلم على الدورة في مصر بشكل عامل أمانة لأمانة لما نتكلم كل لعبة مصر تجتهد عشان تروح فين قبل منتخب مصر طبعا رقم واحد لكن بتتكلم على أهلي وزمالك رقم واحد نادي الأهلي اللي بيلعب النهاردة اللي بيلعب النهاردة كابتن أحمد كورا في مصر عنده من 20 ل 25 سنة شاف الأهلي بيتواج ببطولة أفريقيا كم مر شاف الأهلي بيلعب كاس العالم كم مر مع كامل الاحترام طبعا الزمالك نادي كبير محدش يقدر يقلم من تاريخه الزمالك ما عملتش حاجة في أفريقيا بقاله 20 سنة يعني باستثناء بطولة كونفيدرالية أعتقد خدوها 2016 لكن في دولة الأبطال ما عملتش حاجة كاس عالم أندية ما شاركش بالتالي لما تيجي تسأل لعيب كورا اللي عنده طموح حقيقي طموح أنه يعمل اسم يعني سيبك من قصة المادة والفلوس لكن لعيب الكورا اللي عايز يعمل مجد أو عايز يعمل مشوار وبطولات اسمه يعيش به طبيعي جدا يفكر في ندي الأهلي صح ولا غلط طبيعي ومش مجاملة والله بجد مش مجاملة عشانا موجودين وننتم من المنظومة أبدا والله سيدي واللي عنده رأي غير كده أهلي وسهلا بيه نحن نتكلم منطقي وواقيعي جدا جدا يعني بدون مبلغة بجد هو النهاردة أي لعيب كورا هيعرف أنه الأهلي مهتم بيه وأنه عقده معنا دي ممتد في الندي مش عايز يفرط فيه أو أنه الندي طلب مبلغ الأهلي مش موفق عليه مش لو بازت الصفقة دي اللعيب ده يعني هيتأثر نفسيه وممكن حالة التأثر دي تنعكس عليه في الملعب في مشواره معنا دي نحن نتكلم عن وليد سليمان 11 سنة في النادي الأهلي 21 بطولة وليد سليمان كان قبل أن يقوم بالإنبي عمل مشكلة كبيرة جدا جدا لحد ما قاتل عشان يأتي النادي الأهلي هذا نموذج جدا جدا وليد مش عايز أقول لك يعني بصراحة يعني من خلال برنامج جيد السادسة ونادي الأهلي قادرت الأهلي أتمنى يا رب أن وليد وإذن الله يكون لهم مكانة كبيرة في النادي الأهلي كادر ومحترم إن شاء الله إن شاء الله